في اقسى ضربة لايران وميليشياتها في سوريا منذ اشهر عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات اسد وايران بقصف جوي مجهول يعتقد انه اسرائيلي على الحدود السورية العراقية الضربة الجديدة استهدفت قافلة تضم اسلحة وصهاريج وقود عند البوابة الحدودية في البوكمال بدير الزور ما ادى لتدمير احدى وعشرين آلية موزعة بين صهريج محروقات وشاحنات مغلقة وسيارات ترفيق في وقت اكدت فيه مصادر محلية مقتل ما يزيد عن ثلاثين عنصرا للميليشيات بينهم عشرة ايرانيين في الوقت الذي نفى فيه مسؤول امريكي مسؤولية واشنطن عن الضربة الجوية وايضاحه ان القيادة المركزية الامريكية تقوم بالتحقيق في الهجوم لم تصدر اسرائيل اي تعليق رسمي سواء بالنفي او التبني فيما اقر التلفزيون الرسمي الايراني بالاستهداف موضحا ان وجهة الصهاريج المدمرة كانت نحو الاراضي اللبنانية والستأكيد محللين ان القوات الامريكية على دراية كاملة بقوافل الوقود الايراني القادم لميليشيات اسد بشكل مستمر من العراق فهل حقا فعلتها اسرائيل ونقلت ضرباتها على ميليشيات ايران في سوريا الى الحدود العراقية في رسالة مفادها لا مزيد من الامدادات عبر الحدود واسلحتكم لن تسلم من نيران المسيرات والطائرات الحربية